أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار، أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال. سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف اللام. سنبدأ بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة، وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل. قصة حرف اللام لعبة لولو لدى سمسمة لعبة لطيفة، اسمها لولو، شعرها طويل وثوبها جميل. تحكي لها سمسم حكاية كل ليلة، وفي الصباح تقبل لعبتها وتذهب إلى روضتها سعيدة النهاية. ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث. ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف اللام، وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة، وننتقل إلى قصة حرف اللام بعنوان لولو والليمون. ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة لولو والليمون، وتأمل الصور الموجودة أمامك، من ثم محاولة إعادة سرد القصة بلغتك الخاصة. ثم عليك الانتقال إلى بطاقات حرف اللام، بطاقات قصة لولو والليمون، ومحاولة قراءة هذه الكلمات البسيطة، وأن تقوم بتجريد حرف اللام. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة. هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة، فتقوم بتمييز اسم حرف اللام، وتمييز صوت حرف اللام، اسم الحرف اللام، صوت الحرف لل، وأيضا عليك نبقى حرف اللام مع المدود القصيرة لا، لو، لي. ولا تنسى ذكر حرف اللام مع المدود الطويلة لا، لو، لي، وأيضا أن تضع دائرة حول حرف اللام في الكلمات المعروضة أمامك، ليلى، لام في أول الكلمة، ومن ثم أن تقوم بتلوين هذه الليمونة باللون الأصفر. وهنا عزيز المتأمل في هذه الصفحة ستقوم باستخدام استراتيجية التعلم من خلال اللعب، وذلك أن تصفق عندما تسمع كلمة فيها حرف اللام، قلم، غدير، كاملة، جمال، صابون، ليمون، وهكذا. وأن تقوم بوضع دائرة حول حرف اللام في الكلمات المعروضة أمامك، فول، تضع دائرة حول حرف اللام، ثم عليك أن تكتب حرف اللام في المكان المناسب في ل، إذن هنا حرف اللام في آخر الكلمة تقوم بكتابة حرف اللام. أما هنا أيها المتواصل عليك أن تقوم بمهارة التركيب، أن تقوم بتركيب المقاطع لتكون كلمة بلا لو، عندما تجمعها مع بعضها سويا تصبح بلا لو، وأن تحلل الكلمات المعروضة أمامك. هذه الكلمة تقطع إلى ثلاثة مقاطع، سا المقطع الأول، للمقطع الثاني، وما المقطع الثالث. وأخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف اللام هي مهمة مهارة الكتابة. ستقوم عزيزي المتأمل بكتابة حرف اللام، اللام لل في بداية الكلمة، واللام منفصلة. وأيضا عليك أن تكتب حرف اللام مع المدود الطويلة، لا لو لي، وأن تكتب كلمة بلال. أما في هذه الصفحة، عليك عزيزي المتأمل الصغير أن تقوم بتجريد المد القصير الضمة في كلمة لعبة. يوجد ضمة فوق حرف اللام، وأيضا عليك أن تلفظ الحروف المنفصلة هذه مع المد القصير الضمة بو، يو. وأيضا عليك أن ترسم الضمة فوق الحروف وأن تقرأها حرف الياء فوقه ضمة يو، تضع الضمة فوق حرف الياء. حرف اللام ترسم فوقها ضمة وتلفظها لو، وأخيرا عليك أن تكتب الحروف مع حركة الضمة مو، رو. هذا كل ما لدينا في درس حرف اللام، أسعدتم أوقاتاً.